السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم اليوم معنا برنامج خفيف لطيف ولكن مفيد جدا هالفيديو موجه للناس اللي ما بتعرف البرنامج أو ما بتعرف تستخدمه فإذا كنت بتعرف كيف تستخدمه وإيش هو البرنامج الفيديو مش إله هالكلام موجه لبعض الناس اللي هم يعرفين حالهم وبس بدهم يعلقوا فأنا متأكد أنه انت مريت في بعض الحالات أنه انت محتاج أنك تحذف برنامج معين من النظام عندك على أساس أنه انت تنزل إصدار أحدث أو إصدار أقدم أو لأي غاية كانت فأنت لما تيجي تحذف البرنامج من الـ Control Panel من هون من الـ Uninstalled Program رح ينحذف معك ولكن طبعا رح يكون تارك آثار إله على النظام وخصوصي في الـ Registry الخاص في النظام فأنت في هالحالة لما تيجي تنزل البرنامج مرة ثانية رح يكتشف أنه انت كان البرنامج نازل عندك وممكن أنه ما يتحدث ممكن أنه ما يرضى ينزل اللي يحكي لك أنه في عندك نسخة أكبر أو نسخة أعلى من النسخة اللي أنت بتحاول تنزلها فبهاي الطريقة بإمكانك أنك تحذف إن شاء الله البرامج من جذورها بحذف كل ما يخصها من النظام في الـ Registry وخارج الـ Registry بطريقة سهلة وبسيطة وغير مؤذية للنظام إن شاء الله طبعا إحنا اليوم معنا برنامج Revo Uninstaller رح أكون تارك لك رابط تحميله تحت هالفيديو بالوصف وبأول تعليق ولكن قبل البداية بالفيديو خليني بس أخذ من وقتك ثواني وأحكي لك يا ريت أنك تدعمني في اللايك والشير وتترك لنا رايك تحت الفيديو بالتعليقات وإذا حبيت تدعمني ماديا ميزة تشكرات موجودة تحت الفيديو اكبس على شكرا وتبرع بالمبلغ اللي أنت حابه وإذا كنت حاب أنك تدعم على الـ PayPal رابط الـ PayPal موجود تحت الفيديو بالوصف نكمل الفيديو طبعا زيما أنتم لاحظين موجود عندنا نسخة كثيرة مدفوعة وغير مدفوعة مجانية طبعا النسخة المجانية حاليا كافية بالنسبة للاستخدام اللي راح نستخدمه إياه داخل هالفيديو إذا بدك تسأل شو الفروقات هاي الفروقات بين كل البرامج طبعا في عندك بالنسخة المجانية في الـ Setup أو ملف التثبيت الخاص بالبرنامج أو الـ Portable المحمول طبعا بإمكانك تنزل البدكياء وبعد ما انثبته عندنا طبعا زيما أنتم ملاحظين هاي شكله كل اللي عليك فقط أنك تفتحه دابل كليك وتعطي ياس على أساس أنه يفتح وزيما أنتم شايفين عمل سكان وطلع لي كل البرامج اللي موجودة على الجهاز طبعا بإمكانك تنقل بين كل البرامج اللي موجودة عندك زيما أنتم لاحظ وكل اللي عليك فقط إذا شفت برنامج بدك تحذفه أو اللي انت حاب أنك تحذفه كل اللي عليك أنك تروح عليه خلينا نشوف لنا برنامج بدي أحذفه أنا مثلا أوكي تمام مثلا في عندي ساوند لك هنا بدي أحذفه وكل اللي علي فقط أني أضلله بهذا الشكل كليك يامين عليه طبعا سيعطيك كثير إعدادات بإمكانك تشوف الانستول لوكيشن وين منزل البرنامج موجود على السي على بروغرام فايل ستة وثمانين ثري أبس أو أبيس مش عارف كيف تنطق ساوند لك تمام هاي عشان إذا كنت حاب أنك أنت تعرف وين منزل البرنامج وإشه هو لو كنت أنت مش عارف شوه كليك يامين عليه بإمكانك تحكيله وان انستول من هون أو تحدده وتيجي على ان انستول من هون زي ما أنت ملاحظ رح يعطيك هاي الصورة طبعا بحكي لك من هون أنه رح يعمل لك سيستم ريستور بوينت طبعا أنت يفضل أنك تخلي عليها صح على أساس أنه صار عندك أي مشاكل لا سمح الله لا قدر الله بإمكانك تيجي على السيستم ريستور بوينت من هون مثلا كليك يامين على سيستم ريستور بوينت ونروح على بروبرتيز بعدين ندخل على السيستم بروتكشن وطبعا من هون رح نيجي على المكان اللي عليه الويندوز اللي هو السي وندخل من هون على سيستم ريستور ورح يعطيك من هون الأشياء الموجودة بنختار الـ ومنختار اللي احنا عملنا عليها طبعا رح يكون اسم البرنامج اللي انت عملت له من خلال طبعا بكل بساطة رح نحذفه بالشكل التالي على البرنامج اللي بدنا نحذفه click عليه uninstall من هون او click يمين عليه ونحكيله uninstall طبعا انا رح اشيل عنه الريستور بوينت او سيستم ريستور بوينت ما بدي اياها رح حكيله continue طبعا البرنامج داعم للغة العربية على ما اعتقد وزي ما انت ملاحظ رح يحذرك من هون ويحكي لك هل انت متأكد انك بدك تحذف نحكيله yes طبعا هون رح يبدأ في حذف البرنامج تم حذفه ولكن طبعا متبقي عنا خطوة واحدة واللي هي انه نعمل سكان عشان نعرف وين الملفات المتبقية الخاصة في البرنامج رح نختار ونحكيله سكان رح يبدأ بعمل سكان زي ما انتم ملاحظين حاليا اوجد لنا كل ما يخص البرنامج زي ما انتم ملاحظين فيه عندك كثير كيز او كثير رجستريات داخل الرجستري تارك هالبرنامج فمنحكيله select all من هون او اختيار الجميع delete او حذف نحكيله yes طبعا رح يحكي لك هون هاي الاشياء طبعا ممكن تكون قائمة اطول من هيك بس بالنسبة لهالبرنامج بيان لي اشي واحد رح يحكي لك انه هاي الاشياء اللي تاركها البرنامج غير الاشياء اللي موجودة في الرجستري فمنحكيله select all delete yes ويعطيك الف عافية تم حذف البرنامج وهيك ان شاء الله حذفته من جذوره وما ترك اي اثر داخل النظام طبعا نتأكد هاليدعم العربية option مثلا على الخيارات ولكن ما بحب استخدم اي اشي من البرامج باللغة العربية لانه الترجمة بتكون سيئة يعني هي كان اسمها الهنتر مود صارت نمط الصياد شو اللي نمط الصياد وطبعا زي ما انتم لاحظين عندي صار اشي موجود في سلة المهملات اللي هي الفولدر اللي حذفناه في اخر خطوة فرح نيجي نعمل empty recycle bin نحذف سلة المهملات لهون يا جماعة انا بكون انتهيت من الفيديو ما بدي اطور الفيديو اكثر من هيك واحكي زيادة وحكي لي شو اللي ما عجبك فيه وانتم حرين في الانتقاد طبعا لك كاملة الحرية بلشنا نخبص لاني حكيت كثير وثم ناشي لك لك كاملة الحرية انك تنتقد ولكن طبعا انتقاد بناء يعني نترجاكم فخلينا اودعكم وحكي لكم بشوفكم بالفيديو هاتل جاي ان شاء الله كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة